اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود موعد بث الحلقة له مساء يوم السبت وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وثمان دقائق من مساء اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة ثلاثة واربعة وعشرين دقيقة من عصر اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر الآن في برج الدلو يعني خلال هذا اليوم نشعر أن بحاج ماسي للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية نكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم عشرين اتنين طبعا ذروتها كان اللي هو يوم أمس وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين عطارد وبين المشتري منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهاي الفترة تكثر فيها الاتصالات وبيزيد احتمالية السفر والاتصالات بكثافة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم واحد وعشرين اتنين بتخلق مصاعب عرقيل تحتاج منها أن نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي مستمرة طبعا ذروتها الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بتأثير هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط ممن جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون الساعة ستة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيراتها برضو من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث الإيجابي اللي بين الزهرة وبين بلوتو وهاي مستمرة تأثيراتها من اليوم ولغاية واحد وعشرين اثنين طبعا دروتها اليوم ساعة خمسة وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدرقية هدول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية مهن عمل أي عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ومناسب هذا اليوم للتجميل والحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين عشرين اثنين في تمام الساعة ثنتين صباحا بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحود أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ستة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحود حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الظهر تنزل نسبة النحوسة يعني بتصير هي سعيدة بنسبة خمستاش في المية هي نزولها رح يكون شوي هيك بتميل للسعادة أكثر من إنها للنحوسة فمنعطيها نسبة خمستاش في المية سعيدة القمر في الدلو حتى يوم عشرين اثنين سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية وبيكمل على هاي النسبة عطارد في الدلو حتى يوم اثنين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحود حتى يوم عشرين اثنين منتحسة بنسبة خمسة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاث سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاث سعيد بنسبة 15% وأورانوس في التاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا اجتماعيا خلال هذا اليوم وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء اجتماعي ابتقدروا اليوم تطلب المساعدة وما تترددوا برضو بتخديم المساعدة لأي شخص بيحتاجها اليوم في نوع من أنواع التحالف بيكون ما بينكم بين الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش أنه ما تبقوا واحدين وحاولوا أنكم تخرجوا للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم خلال هذا اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بقدموا طلبات للعمل أهمش أنك تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ بتظهر اليوم بعض المتاعب أو هيك الأشياء اللي ممكن تقلق منها اللي هي الأمور العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية وتحاول إنك تحلها بشكل عقلا اليوم ما بيجوز للمجازفات ولا المغامرات برج الجوزة بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وممكن اليوم بعض موليد برج الجوزة يشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بتلتقوا بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وبتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية وتعتبر هذه فترة مثمرة على جميع الأصعادين برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشترك خلال هذا اليوم من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويب ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبكم إطالة الخلاف والزعل حاولوا انك تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن اليوم تنقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ما بينفعكم أو لا العصبية ولا الجدال وحاولوا انكوا يعني تركزوا أو يعني خلوا هيك التركيز كله على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال عالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردي وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا طبعا لأنه في نوع من أنواع الضغط عليكم فعشان هيك بدكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وكونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي وخذوا قصط من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبرها فترة مثمرة وإيجابية تستعيدوا إشراقتكم وبتسحروا الكثيرين بحضوركم الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتكم المبادرة لأن الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بالتصليحات منزلية أو بعض الأعطال المنزلية أو حدث عائلي أهمش أن ما تفقدوا الاتزان وثقات الأحبة ممكن تقلقوا بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي تحمل بعض المصاريف الإضافية برج القوس اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو سفرية سريعة وبكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن اليوم تحصلوا على فرصة جديدة اتفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج الجدي اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية أهم إشي أنه برضو تنتبهوا أنه اليوم ما بيجوز شراء حاجية ثمينة أو تبذير أموالكم فبتكوا تركزوا بشكل جيد ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم إشي أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم اليوم أنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد صباح يوم الغد فعشان هيك اليوم بدكوا يعني اديروا بالكوا حاولوا تنظيم أمركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأخير أو صوت فاهم أو التباس وحذروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق إنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط ونظموا أموركم وضاعفوا مجهودكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر